في ظل تصاعد الهواجس الدولية من التحركات الإيرانية في المنطقة وتحديداً في سوريا تنشط طهران لتعزيز وجودها في الأراضي السورية غير عابئة بالضغوط الدولية إذ يعلن رئيس أركان الجيش الإيراني من دمشق عزم بلاده رسم خطوط عريضة للتنسيق العسكري بين طهران ودمشق المسؤول العسكري الإيراني حذر أيضاً إسرائيل من مغبة انتهاك المجال الجوي السوري وتزداد المخاوف الإسرائيلية في الآونة الأخيرة مع اقتراب الميليشيات التي تدعمها طهران من إسرائيل لكن في ظل تلك الأجواء المشحونة تسعى موسكو للتهدئة إذ كشفت مصادر ديبلوماسية في إسرائيل عن عزم روسيا توسيع منطقة الحزام الآمن على الحدود السورية مع إسرائيل إلى ما بين 10 إلى 15 كيلومتراً وتشير تقارير إلى رفض موسكو طلباً إسرائيلياً بإنشاء منطقة عازلة بطول 40 كيلومتراً وقد شهدت الساعات الأخيرة تحركات روسية نشطة بهذا الشأن عبر محادثات هاتفية أجراها الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي سبقها زيارة قام بها وزير الدفاع الروسي لإسرائيل لكن الوجود العسكرية الإيرانية في سوريا ترفضه واشنطن أيضاً في هذا الإطار تعزز الولايات المتحدة وجودها في قاعدة التنف جنوبي سوريا وذلك في ظل مسعى أمريكي لمنع الميليشيات المدعومة من إيران إيجاد رابط جغرافي على الحدود السورية العراقية يخدم المصالح الإيرانية فعلى الجانب الآخر من الحدود السورية في العراق تنطلق ميليشيات الحشد الشعبي باتجاه المناطق الواقعة غربي محافظة الأنبار إذ تشير تقارير إلى سعي تلك الميليشيات لملء الفراغ الذي يتركه داعش في تلك المنطقة وتسعى إيران عبر ميليشياتها إلى تأمين الطريق الذي يصل طهران ببيروت مروراً ببغداد ودمشق وهو ما تقول واشنطن إنها لن تسمح بحدوثه